جديد الأخبار مرحبا بكم جديد الأخبار تنشر لكم تفاصيل مشروع قانون لتنظيم الأسلحة النارية في المغرب صدق المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير على مشروع قانون رقم 21.86 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها قدمه السيد وزير الداخلية في وافي الفتيت يأتي هذا المشروع في إطار ملاءمة المغرب تشريعاتي الداخلية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة جميع أشكال التجارة غير مشروع بالأسلحة النارية كما يأتي أيضا لتجاوز محدودية المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالأسلحة في مسايرة تطور تكنولوجيا وأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها وعدم قدرتها على تعطير جميع التصرفات والواقع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية وتسري أحكم هذا القانون على أسلحة القنص والرماية والرياضة من نوع ألف وباء والمسدسات يذوية المخصصة للأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوط وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية على أن يتم تنظيم قائمة الأسلحة التي يمكن للتجار بها وحيازتها داخل التراب الوطني بنص تنظيمي ولا تسري أحكم هذا القانون على الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني ومصالح مكلفة بالأمن التي تظل خادعة لمساطرها الداخلية وأعوان الدولة الذين يحملون السلح بمقشد صفتهم أو وظيفتهم ويمنعون مشروع القانون التجار بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على إذن مصبغ لإحداث مستودر للتجار أو لتخزيل الأسلحة النارية ورخصة التجار بالأسلحة النارية والذخيرة يلزم المشروع تجار الأسلحة بمسكي سجلين يقيد في أحدهم عملية دخول وخروج الأسلحة النارية والأجزاء والعناصر والتوابع وفي السجل الآخر عملية دخول وخروج الذخيرة على أن يتم ختمها وترقيمها من قبل الإدارة والاحتفاظ بهما وبخصوص شروط النقل نص المشروع على خضوع عملية نقل الأسلحة النارية وتوابعها وعناصرها وذخيرتها من لدى تجار الأسلحة لإذن تسلمه الإدارة ولا يمكن أن تتم عملية نقل إلا بالوسائل الخاصة لتجار الأسلحة كما يمكن للإدارة أن تفرض عملية نقل الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها بوسطة مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني على نفقة تجار الأسلحة ولا يجوز نقل الأسلحة النارية وأجزاؤها أو عناصرها وتوابعها وذخيرتها في العربات المخصصة لنقل الأشخاص أما عن حيازة الأسلحة النارية يربط مشروع القانون حيازة أسلحة القنس والرماية الرياضية من النوع ألف وسلاح الهواء المضغوط بالحصول على ترخيص بحيازة أسلحة القنس أو الرماية الرياضية كما يربط الحصول على مسدس يذوي بضرورة التوفر على ترخيص بحيازة سلاح الحماية وأن يلتزم باكتاب تأمين لتغطية الأضرار الذي قد تلحق غير جراء استعمال الأسلحة النارية ولتغطية المسؤولية المدنية من جهة أخرى فتح مشروع القانون الباب أمام القاصر البالغ 16 سنة لاستخدام السلاح الناري المقيد في الترخيص بحيازة أسلحة القنص والرماية المسلم لنائبه الشرعي من أجل ممارسة نشاط الرماية الرياضية مشاهدين الأعزاء للمزيد من الأخبار الجديدة والمعلومات المرجو الضغط على زر متابعة أسفل الفيديو وتفعيل الجرس أيضا ما تبخلوش عينو بالتعليق ديالكم إلى اللقاء